بسم الله الرحمن الرحيم أي جهة ربما يحدث فيها أزمات والأزمات تختلف عن الكوارث فإن إدارة الأزمات لابد أن كل مدير كل قائد كل مسؤول يتعلمه حتى الإنسان هو رب أسرة لابد أن يتعلم فن إدارة الأزمات أو حتى الشخص العادي لابد أن يتعلم فن إدارة الأزمات في ناس كتير جداً لما يحدث لها شيء ترتبك ومعرفش ياخد قرار وبالمثل العامي بنقول عليه يغرأ في شبر مية الأمور ماشية كويس جداً معها أول ما يحصل حاجة سغيرة ما يعرفش ياخد قرار عشان كده هي إيه أصلاً الأزمة الأزمة تغيير مفاجئ يحدث لشخص الأمور ماشية طبيعية فكأة تحدث مشكلة ما يعرفش ياخد قرار ويرتبك طب إيه الفرق عندي ما بين الأزمة والكارثة الكارثة تحدث كبيرة ولذلك كل شيء يولد صغير ثم يقبر إلا الكارثة تولد كبيرة ثم تصغر الإنسان يستطيع أن يتعامل مع الأزمة أفضل من الكارثة الكارثة ربما مرة تحدث مفاجئة والكل يتعاون في حلها وهي يوم عن يوم تقل الكارثة عكس الأزمة الأزمة لما تحدث أنت عندك أمرين ربما مدير مسؤول رب أسرة ناظر مدرسة مدير في مصنع يعرف يخذ قرارات وبهذه القرارات والحكمة يستطيع أن يخفف الأزمة واحد الثاني يرتبك وهنا لا يستطيع أن يأخذ قرار فتكبر الأزمة وتخرج عن السيطرة طب إيه الأسباب اللي بتخلي الإنسان معرض للأزمات أولاً المعلومات الناقصة والغير دقيقة أنا مسؤول في دولة مسؤول في وزارة مسؤول في جهة في مؤسسة مدير مصنع أنا كالمدير أنا كقائد في هذا المكان في معلومات بتوصلني إما عن طريق المهندسين إما عن طريق وكلاء الوزارة أو عن طريق الوزراء في تقرير بيوصل لي إذا التقرير ده غير دقيق والمعلومات غير صحيحة تؤدي إلى أزمات يبقى المعلومات أي إنسان في أي منصب كبير ولا صغير إذا رفع لرئيسه في العمل أو في الدولة تقرير غير منضبط أو تقرير فيه غير أمور غير صحيحة هو أولاً بيكون سبب في عمل أزمة فيما بعد لما الكل يصل الدنيا تمام الدنيا وردي الحياة الجميلة والواقع غير كده فأيها المسؤول أنت السبب في حدوث الأزمة الحاجة الثانية ربما توصل لي كقائد كوزير كمحافظ كمدير مكان كوكيل وزارة توصل ليه معلومات والمعلومات فيها شيء ينذر بحدوث أزمة وبتفسير الخاطئ لأن أنا لست مؤهل لهذا المنصب أو غير مدرك لهذا الأمر معرفتش أن أنا أنتبه أن فيه أزمة ربما تحدث فأخذ قراراتي يبقى إما المعلومات الوصلة ناقصة أو المعلومات أصلا بالكلية خاطئة أو ربما المعلومات بتصل إلي فيها شيء من الصحة وأنا غير قارئ جيد لهذه المعلومات الدقيقة الحاجة التانية الضغوط الداخلية والخارجية على القائد لو خدنا مثل رب البيت مثلا رب الأسرة الوالدين في البيت ضغوط الحياة ضغط خارجي عشان العمل ضغط في البيت دخول مدارس جامعات فهو عليه الضغط داخلي وعليه الضغط خارجي كمان ربما مرؤوس وطالب منه أمور معينة مع الضغط الداخلي والضغط الخارجي تحدث أزمة في اتخاذ القرار فن إدارة الأزمة هنتعلم منه إزاي أكون أنا قائد أنا مسؤول كفرط في أسرة في مؤسسة في منظمة في الدولة كيف أتخذ قرارا وفن إدارة الأزمة زي ما قلنا الفرق كبير جدا ما بين الكارثة وما بين الأزمة الكارثة مفاجأة كبيرة ثم تصغر الأزمة ربما تكون صغيرة ثم تكبر الأزمة تؤثر على الكيان حدوث الأزمات يؤثر على الكيان ماش كده وبس ده بيعمل ضغط عالي جدا جدا على الكيان معنا على الهواء مباشرة معاني الدكتور خالد أباكر نائب رئيس الجامعية العربية للدراسات السياسية سلام عليك يا دكتور وعليكم السلام مساء الخير حضرتك وأنا سعيد بالبرنامج اللي على قناة صحة وجمال أهلا بحضرتك دكتور شرفتنا ونورتنا معاني الدكتور إحنا بنتكلم على فن إدارة الأزمات وذكرنا في البداية أن عندنا مثل مصري وشعب الجميع يغرق في شيء برمية ما يحدث أي أزمة ما بيعرفش ياخد قرار وكنا بيقول أنه عندنا فرق ما بين الأزمة وما بين الكارثة الكارثة قد تحدث مفاجئة كبيرة ثم تصغر والأزمة ربما يحدث العكس ربما تكبر أكثر مما هي كتير جدا مننا ما يعرفش فن إدارة الأزمات الدكتور خالد لو حب يكلمنا عن هذه الجزئية كيف إدارة الأزمات على مستوى الفرط المؤسسة الدولة فضم علي الدكتور خلينا بس في الأول بحيي سبع المشاهدين وبحيي حضرتك جدا أن الأزمة وفن إدارة الأزمة هو المنهج الذي تبتهج الدولة المصرية حاليا في إدارة شؤون الدولة تمام عشان كده نجحنا في تخطي كورونا نجحنا في تخطي أزمات اقتصادية عتيلة عصفة جدول كتير ده بفضل أن في إدارة جيدة بتخطي تخطي جيد فيتبع ذلك لازم نقول الأزمة الأزمة هي نمط معين بالمشكلات أو المواقف المشكلات أو المواقف دي يتعرض لها فرد أو أسرة أو جماعة أو وطن تمام والأزمات لها دور حيات الشعوب الأزمات قد تبني أوطانا وقد تهدم أوطانا فإدارة الأزمة يجب أن تكون مبنية على التخطيط الجيد على التخطيط الجيد طبعا تمام التخطيط الجيد هو جوهر دور الأزمات تمام لما له من أهمية بتجنب المشكلات وكيفية التعامل معها والتخطيط الجيد يجب أن يعتمد على منهج علمي ومنهج عمل ويعتمد على ذكاء وخبرة ومعرفة تمام لكن دولة المصرية بتهتم بالتخطيط الجيد الرئيس مبارح بوجه رسائد بيقول للشعب المصري إحنا هنخصص لكم المباني ليس عشوائي الأراضي الزراعية قد تبنون عليها ولكن بتخطيط جيد يعني ممكن أبني على الأراضي الزراعية ولكن بالتوفيق والتنسيق ما بين هيئات الدولة عشان ما تحتلش أزمة تمام التبناء العشوائي في مصر هو أزمة بيواجهة الرئيس تمام ويقول أنا ما بنامش كل يوم وما بينامش لأنه دارس جيد لإدارة الأزمة ما نعلم أن قوات المسلحة هي تدرس فن إدارة الأزمة وإحنا في مصر تطورنا كثير يعني إدارة الأزمة في السنوات الأخيرة أو فن إدارة الأزمة في السنوات الأخيرة تطور تطور عظيم وقوات المسلحة لديها هذا العلم منذ عشرات السنوات تمام هنقول خلينا نتفق أن التخطيط السليم مهم جدا لخوض أي مشكلة تمام وتجنب أي حواصل وتجنب ولازم للخروج من من الأزمة بأقل الأضراف تمام فإحنا نقول أن المواطن أو الأسرة عندما تحدث أزمة عليهم تحديد سبب الأزمة أو سبب المشكلة والتخطيط الجيد بكيفية الخروج من تلك الأزمة بأقل الأضرار يبقى أول حاجة معاري الدكتور لما تحدث أزمة أعرف الأول الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة من الطبع الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة تمام والتخطيط الجيد والتخطيط الجيد لكيفية الخروج منها بأقل الأضرار نحصل الأضرار للخروج من الأزمة احنا بنقول ان المجتمعات التي بنية على هرم قيادي كفر في ادارة الازمات اصل بعودا من المجتمعات التي ليست لديها كفرة في ادارة الازمات او هرمها القيادي ليست كفا في ادارة الازمات. كمان. احنا بنبني مصر دلوقتي بنعلم ولادنا يحديد ادارة اجمة. كمان. ادارة الاغلى مش مش بتبتدم الدولة بتبتدم الفرد والقسرة فجماعة فوطن كامل. تمام. الجميعان يجب ان نعلم. لانها في كثير من احيان تأتي بصورة غير متوقعة. تمام. ولكن علينا ان نتعلم الخروق منها بامان. التعلم ان نتعلم الخروق منها بامان. هو ده مربط. والاعتراف عن الدكتور بالاخطاء التي حدثت مني في ادارتي. طبعا ده اهم ده حضرتك احنا بنقول ان ادارة الازمة تعتمد على المنهج العلمي والعملي. تمام. لما نيجي حضرتك في المنهج العام نجد ان هناك اخطاء فالاعتراف والخطأ هو اول القطرة او اول القطرة السيل بداية السيل التي سؤدي الى الخروق من الازمة مبكرا. باقل التجنب اقل العواقب. تمام. انا اتمنى اتمنى بتدريس علم الازمات اه في المدارس السنوي. اتمنى بتدريسه في الجامعات. اتمنى اه حاليا اه معاهد القدارة اه تدريب المواصفين اه الهداريين والعمليون بالخدمة المدنية بيهتموا في اله في عند تولي المناصب القادية بعد ذلك لديهم اه براية بالخدمة الازمات. اتمنى ان ان الحياة شخصية الاسرة تكون هناك جمعيات وتخصصة بتاع الاسرة بالازمات وكيفية تجنبها وطرق تجنبها وكيفية السيطرة على الازمة. واتمنى بالبرامج والاعلام. الاعلام له دور جيد جدا ولا هدور حيا ولا هدور يجب ان يتبوى في كيفية تواعيل المجتمع المصري والاسرة المصرية والفرد المصري كيفية تجنب الازمة لان الوطن ما هو الا جماعة والجماعة ما هي الا اسرة والاسرة ما هي مكونة من الفرد. فاحنا يجب ان نبني الفرد القائد بالفرد القائد او بالهرب القيادي الكفر تستطيع مصر ان ان تتبوى ما كنا نتمنع ونحن به سوال سنوات ماضح. معاني الدكتور يمكن برضو مش شيء جميل عندنا في مصر حاليا بتلاقي في الوزارة اه في المحافظة في المؤسسة اه حتى على مستوى كراء الوزارة في فن ادارة الازمات او من يدير ادارة الازمات في هذه الجهة. دي شيء جميل. والشيء الجميل كمان ان عندك على مستوى الدولة سواء في اكاديمية مصر العسكرية في الرقابة الادارية اللي انا بوجه لهم كل التحية والتقدير بيعملوا دورات تدريبية للقادة للمديرين للمسؤولين حتى لعمة الشعب اتمنى من كل الجمهور والشعب المصري يدخل على مواقع اكاديمية مصر العسكرية وهيئة الرقابة الادارية ويشارك في هذه الدورات فيها توعية فيها امن قومي مصري فيها امتى تقول ومتى تقول وماذا تقول لان لو تأخر القرار عن اللحظة التي يجب ان يتخذ فيها هيكون انك كارثة. مش ازمة بس. كان من صناعة القرار وفن تحديد القرار المناسب. اه انت لما نجينا نبني مصر اه السيد الرئيس كان له نظر. كان الرئيس اللي عند اختيار رئيس الوزراء اختار رئيس وزراء استاذ بالتخطيط. دكتور مصر مدبولي. ها بالطبع استاذ في التخطيط وكان مسؤول عن معهد التخطيط وكان مسؤول عن تخطيط وكان وزير الاسكان السابق يعني ملم بالشعب المصري. قبل وزير قبل ان يكون وزير الاسكان اه كان هو استاذ التخطيط في مصر واغلب الخطط الخمسية والخطط التي كانت تبعها مصر كانت له بصمة عليها فعندما يقع اختيار الرئيس ويعلم بان من لديه خبرة في التخطيط ومن لديه خبرة في ادارة الاسم هو الذي يصلح للادارة حاليا. تمام. لبناء وقت. طب الطبع انا اه الدولة المصرية اه تغيرت تماما اه ما بقاش في الاسلوب اللي كذا اه كان كانت تشير به اه قبل تلاتين يونيو. الدولة المصرية الان. الرئيس قال بتسير بتخطيط جيد. وبخطط جيدة. وخطط تنفذ فعليا. علشان كده احنا النهاردة بنحصم. اه تلك النتائج. النهاردة احنا تغلبنا على كورونا بالتخطيط الجيد. وبفن ادارة ازمة. وبكف يجيرون الازمة. تغلبنا على مشكلة العشوائيات. بتخطيط جيد. الطرق والتكدس المروري. كانت مشكلة التكدس المروري. بقى انا تلاتين سنة في الحقبة الماضية يقولون ان التكدس المروري ماروش حل التكدس المروري. استطاعنا بالتخطيط الجيد بان احنا قاعدين شبك الطرق جيدة. وهو ده ادارة فن ادارة ازمة. تمام تمام. استطاعنا ان احنا نفك حالات التكدس على المحاور المرورية. الطرق اللي احنا نشوفها من هذا ده تخطيط جيد. تمام. ده حل الادارة الحل ويعتبر ادارة ازمة. الادارة ازمة هي في كل مناحي الحياة. الدكتور خالد ابو بكر نائب رئيس الجامعية العربية لدستاته السياسية. شكرا لحضرتك. زي ما سمعتم مشاهدين الكرام يعني الدكتور خالد ذكر نقاط مهمة جدا جدا. على سبيل المثال معرفة الاسباب التي ادت الى هذه الازمة. انا هضرب لكم مثال سريع كده في نهاية اه حكم الرئيس اه اه اسبق اه 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 حسني مبارك رحمة الله عليه. لما الشعب خرج في خمسة وعشرين يناير كان طلبته انه عايز يحل مجلس الشعب. ده كان طلب الشعب سعيتها. ولو كان الرئيس خرج في التوقيت ده واعلن اه انه يحل مجلس الشعب. كانت انتهت الازمة. ايه اللي حصل? تأخر في اخز القرار. بس. وفي الاخر قال ان انا حل مجلس الشعب. بس كان وقتها عدة. ايه اللي حصل يا جماعة? كبرت الازمة وخرجت عن السيطرة. انت برضو على مستوى الشخصي في بيتك في شركتك في مصنعك في مدرستك في وزارتك اه في دولتك في توقيتات معينة كده. لازم ان يتخذ قرار اه ولكن اعرف الاول ايه عندي اسباب الازمة? اه الازمة دايما لها ناس صانع الازمة مستفدي من الازمة. معرضين لهذا الامر. فانا لما اجي احلل بطلب تقارير من كل الجهات عندي. من كل المسئولين. والتقارير اه يكون فيها الحرص الشديد على نقل الحقيقة. اه لازم ينقل الحقيقة ايا كانت. حقيقة مرة خير من باطل مضل. لان لو جالي الدنيا تمامه الحياة وردية ومحدش بيشتكي. هاخد قرار اه ربما تكون نتائجه عكسية تماما. لما لما يرفع ليه التقارير فيه الشفافية فيه الصدق فيه الحق اعرف ااخد قراري. طب ايه اللي بيحصل بعد كده? انا اعرف الاول مين هم مسببين الازمة? ومين المستفدين? انا هضرب مثل اه حاليا احنا كلنا بنقول انتخابات اه مجلس الشيوخ. اللي عدد كان عدد الخارج الانتخابات قليل جدا. واثبت الكلام ده ان اه محكمة اه ربما تنظر قريبا اه اه هذه القضية ض اه اه اربعة وخمسين مليون. يعني عدد كبير جدا. اذا كان عندي عدد الناخبين في مصر تلاتة وستين مليون. احول من هم اربعة وخمسين للمحكمة وغرامة. معنى كده ان ما خرجش عندي اه تقريبا تسعة مليون فقط. اه اه احر الارقام بالدقة تمانية مليون تسعمية تسعة وخمسين الف خمسة وسبعين فرض اللي خرجوا من مصر كلها. تخيل واه اه هعيدها مرة تانية. انا عندي في الانتخابات مجلس الشيوخ اللي عدد. اللي خرج عندي للانتخابات. الناخبين اللي هم خرجوا فقط تمانية مليون تسعمية تسعة وخمسين الف خمسة وسبعين فرض. من اصل كم يا جماعة؟ من اصل تلاتة وستين مليون. خرج عندي تقريبا اقل من تسعة مليون فقط. واربعة هنا عايز دراسة. انا داخل على انتخابات مجلس نواب. يا ترى الامر هالناس هتخرج وعشان انا خمسمائة جنيه ولا مش هتخرج. دي ازمة عندي لازم ان اديرها. ارجع بقى واسأل هو الناس ما خرجتش ليه؟ هي الناس كتش راضية عن الاختيارات؟ هي الناس كتخايفة من كورونا؟ هي الناس كتعايزة تقبط وما ابضتش. هي الناس خافت تخرج يقولوا عليهم ابضوا. لازم ادرس الامر ده. اذا ما درستش هذا الامر يبقى انا ما عارفش ادرس ادامات بقى ومش اعارف اتعامل معها. عشان كده يا جماعة لازم كل جهة ترفع بصدق. هو قلت وعدم خروج الناس. ايه اسبابه؟ وادرسها. واولا لازم اعترف بخطأي. في اخطاء حدثت ان الاعلام ما كانش مصلط على الانتخابات الاسلامية كان يحدث ان فيه اختراقات كبيرة جدا في مؤتمرات حدثت ومؤتمرات تم منعها. كل ده عمل ازمات. بعض اختيار شخصيات الشعب او معظم الناس مش راضية عنها. فادى الى الازمة. ما ينفحش اكرر نفس الموضوع مع النواب. انا لازم اتعلم فن ادارة الازمات. اول حاجة اعترف ان فيه خطأ حدث. الامر الثاني يعاقب كل من كان السبب في هذه الازمة. اللي هو اختار. اللي هو عينه وقعت. وقعت على فلان هتلي فلان. وفلان ده غير مؤهل. الحاجة التانية مستفيدي من الازمة. اللي هم ايه تم ترشيحهم. اللي هم هيستفيدوا. اللي هو هيخد الحصانة. اللي هو هيصبح نائب. اولا ده فرحان باختياره. فده اعتبر المستفيد من الازمة. يبقى اول حاجة سبب الازمة اللي هو اختار. سواء كان حزب او مؤسسة او جهة ايا كانت. اللي هو هنخترت فلان ده هو أول واحد كان سبب في الأزمة الأزمة الطرف الثاني الشارك فيها المستفيد من الأزمة في الأزمة لها معارض لما الناس عارضت يطرى المعارضة بتاعت ناس كاف منطقية ولا فيه هوا يبقى إذن لازم أدرس فن إدارة الأزمات حتى في الإسلام عندنا يقول لك لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين ما ينفحش يا جماعة أن أنا وقحت في خطأ أقع في نفس الخطأ مرة تانية لازم أصح خطأي وأعترف بخطأ أعترف أن الانتخابات اللي جرت كان فيه شيء ما غير راضي عنه كثير من الناس بالتالي أدى لتخلف 54 مليون هتقول لي ما احنا هنعمل غرامة 500 جنيه والناس هتطلع بالله عليك الأفضل لسمعة مصر وكرامة مصر في الداخل وفي الخارج الناس تخرج من حب لها عشان مقتنع بالناس اللي دخلها في الانتخابات ولا الناس تخرج مقهرة غصبة عنها وكل اللي هيروحهم غير راضي هيعلم ويبوى صوته احنا مش عايزين كده عايزين نختار اختيار يليق بمصر وبمكانة مصر يمكن الأمور دي جديدة علينا في مصر طب إيه الواجب علينا؟ ماذا يجب علينا؟ ماذا نفعل؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل ثم نرجع مرة ثانية مشاهدين الكرام أهلا وحبكم مرة ثانية بعد الفاصل وتحت عنوان فن إدارة الأزمات ويمكن كنا بنتكلم إن أي إنسان معرض للأزمة سواء كان فرضة أو أسرة أو مؤسسة أو دولة فلابد وأن يكون عندي تخطيط جيد وكيف أتعامل مع الأزمات مش أي حد جامعة أتعامل مع الأزمات ويمكن ذكرنا قبل الفاصل إن عندنا مصر المصر جميل جدا يقول لك يغرأ في شبر مية أول ما تحتصل له كده مشكلة صغيرة وما يعرفش ياخد قرار عشان أخد قرار لابد إن أنا أعرف إيه الفرق ما بين الأزمة وبين الكارثة وإزاي أتعامل مع الأزمة إن أنا أتعلم من الأزمات السابقة مع الآخرين ده القائد إنما كل مدير ما ينفحش يكون قائد القائد ده اللي هو يعرف دير يدور على الحلول ويساعد الآخرين إنما المدير بس ده بينفس تعليمات جايله بس إنما القائد مبدع يضيف للمكان تلاقي مثلا معلم عك في بعض المحافظات كده محافظ كان موجود في يوم من الأيام فيها ما يتنسيش أبدا يقول لك المحافظ فلان الفلاني حتى لو مش هو على قيد الحياة تلاقي الكل يذكره بالخير لكن قائد كان عارف يديري إزاي واحد تاني لا مش عارف يأخذ قرار ومحتاس والمعلومات اللي بتوصل ليه معلومات خاطئة والمعلومات التي ترفع إليه ربما فيها خطأ أو ربما هو مش عارف يقرأها جيدا فتحدث الأزمة عشان أتجاوز الأزمات يا جماعة لازم أن يكون عند سياسة الطفل يعني سياسة الطفل الطفل لما بيتعلم المشي يقع لو قاعد على الأرض وما أمشي تاني عمره ما هيتعلم المشي اللي بيحصل مع الطفل إيه بقى؟ بيقوم بسرعة ويمشي ويقع مرة تانية القائد المدير اللي بيدير مدرسة مصنع وزارة دولة أكيد مرت عليها الحاجات دي لأن الأزمات دي بتمر على البشر على مر العصور طول ما الإنسان عايش طول ما بتحصل أدامات ويمكن كلنا بنسمع أزمة كورونا على مستوى العالم في بعض الدول نجحت بجدية وكان عندها قراءة جيدة لأسباب الأزمة وكيف أخرج من الأزمة ومنهم مصر يعني الحكومة المصرية اتخذت إقراءات في منتهى الجمال في إدارة أزمة كورونا بالزاد يعني رغم من إمكانياتنا في بعض دول أفضل مننا كتير لكن بفضل الله استطعنا أن ندير هذه الأزمة ويمكن زي ما الدكتور خالد أبو بكر ذكر أن الجيش المصري للقوات المسلحة عندها فن الأزمات من زمان آه هو دوقتي بيدرس في الجامعات ويمكن هو نادى كمان أن يجب أن تدرس هذه الأمور في الثانوي في الإعداد حتى في الابتدائي يكون عندنا فن إدارة الأزمات أمرين مهمين جدا جدا يا جماعة لازم ندرسه عندنا في المدارس من المراحل الأولى الأمر الأول أن الاختلاف سنة الحياة أنت بتشجع زمالك وأنا بشجع أهلي لا يؤدي هذا الخلاف بينه وبينك اللي حنضرف بعض أو نشتم بعض أو تحدث أمور مثلما يحدث لا طبعا الدول الغربية بيبقى عندهم محاضرة درس عن الخلاف الاختلاف أولا سنة الحياة فبعد المحاضرة بعد الدرس الطلبة بيسمعوا أن فيه مختلف معك في الرأي بعدهم واشا تعملوا يبقى؟ يطلع ياخدوا حصة ألعاب تربية رياضية بعد ما كنا بنتكلم في الفصل في القاعة في المحاضرة عن الخلاف الذي يحدث بعدها بثواني نزلنا الملعب نلعب نضحك نجري مع بعض هي دي لابد أن يجب عندنا إنما أنت أهلاوي وأنا زمالكاوي أو أنا أهلاوي وأنت زمالكاوي ما فيش علاقة بيناتنا ما فيش تواصل بيناتنا فيه خلاف مستمر لا طبعا لا يجب يبقى أول حاجة أن أنا أدرس عندي في المراحل الأولى في التعليم الخلاف ويمكن عندنا المثل الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية أمور كويس جدا بنعرفها وحفظينها بس لما بنجي ننفذها ما بنعرفش ننفذها الأمر الثاني يا جماعة أكون قارئ جيد قارئ جيد جدا جدا للإنذار اللي يقول لي خلي بالك هنا العمال عندك في المصنع غير راضين عن كذا العمال عندك في الشركة في فلاني الفلاني بيحركهم وربما تحدث أزمة لا أنت عندك في مؤسسة معينة اللي هي بتدير هذا الملف فيه أمور متجاوز فيها لازم يكون عندي قراءة جيدة للإنذارات أنا هضرب لكم مثال إحنا قلنا الأزمة حدث مفاجئ يمكن في الرقابة الإدارية كان فيه دورة من خلال الأسبوع الماضي وكان لي الشرف أن أحضر هذه الدورة وأحد اللي وقاته بيدي المحاضرة ضرب مثل جميل جدا جدا أنا كنت ممكن أجيب مثل مشابه ليه بس أنا هذكر نفس المثل اللي أنا سمعته منه لأن من فضل العلم أن ينسب العلم لأهله فهو بيدي المحاضرة أهلا أنا هضرب لكم مثل في انظار الأزمات وشوف اللي هياخد بيه هيوصل لفين واللي ما ياخدش بيه هيوصل لفين المثل اللي وذكره بالضبط هذكر نفس المثل فيه واحد عنده شقة في وسط البلد الشقة دي تمنها يسوى مثلا مليون جنيه إحدى الشركات أعجبت بالموقع فسألت الشقة دي تبع مين قالوا مثلا بتاع بيبو في الإعداد تمنها كان مليون جنيه هم عايزين ياخدوها من بيبو فقالوا هنضرب طبعا سيادت لهم قالش بيبو أنا بزودت بيبو من عندي يعني قال أنا أخدها باثنين مليون جنيه حصل تليفون الشقة دي بتاعتك أه الشقة دي بتاعتي طبعا احنا عايزين نشتريها بكام باثنين مليون جنيه هو مش مصدق نفسه هو ساكن في الهرم طب ميعادنا بكرة الساعة تسعة صباحا هنتقابل في وسط البلد عشان نشوف الشقة وهناديك لاثنين مليون جنيه ونحول ونخلص هو مش مصدق من الفرحة إن الشقة اللي تمانها مليون جنيه هتتباع باثنين مليون جنيه مليون جنيه فرق وميعادوا الساعة تسعة صباحا هو بقى عشان عادته كسول شوية كالعادة فظبط المنابه تابعوا على الساعة تمانية صباحا أم من النوم الساعة تمانية على ما جهز وليبس أخطلوا ربع ساعة نزل تحت البيت يشغل العربية العربية ما اشتغلتش تعال يا عم ضياء تعال يا هاني تعال يا فلان نزقه معانا بدأ يزقه العربية العربية بدأت تتحرك فلما تحركت هو عاوز يروح بقى وسط البلد من الهرم فكان يمكن يخد الدائري ياخد أي طريق ضربت في الماغه أطلع كوبري ستة أكتوبر وهو طلع ماشي في الطريق العربية عملت أطلع معاه وأصر برضو يطلع كوبري ستة أكتوبر طلع كوبري وهو على الكوبري العربية عطلت منه يعمل إيه بقى ساعة تسعة لربح لو حابلنا نحلل إيه اللي حصل معاه وإيه الأخطاء اللي هو وع فيها طبعا قدامه حل من الاتنين ده وقت حاليا يقعد جنب العربية ويضيع عليه الفرصة وعم بيبو ما يكسبش المليون جنيه اللي كان ممكن يكسبه أو إن يركن العربية خالص وياخد أوبر ياخد تكسير كما يحد يوصل بس هيحصل له مشكلة إن العربية كده قفلت الطريق عايزين ندرس إيه الأسباب اللي كان ممكن يقرأ منها إن فيه إنذار إن فيه أزمة تحصل أول حاجة هو أخطأ لما ظبط المنابة عنده على الساعة تمانية والموع التابعه الساعة تسعة وعندك فرصة مش هتلاقيها تاني ربح مليون جنيه زيادة فكان يجب عليه إنه يزبط الساعة ستة الساعة سبعة قبلها بوقت رغم كده ما عملش الواجب الذي يجب أن يفعله في هذا التوقيت الأمر الثاني لما راح يشغل العربية العربية ما اشتغلتش كان في إمكانه يركن العربية خالص وبلاش البخل بقى ده طلع من جيبك لأنت راح تاخد مليون جنيه زيادة المفروض يبقى ياخد أوبر ياخد عريض صرف ويوصل أبي أصر برضو عشان العناد اللي عنده إنه لازم أروح بعربيتي طيب مشي بعربيته المفروض بقى أمشي بعيد عن الكوبري ستة أكتوبر طلوع الكوبري صعب على أي عربية وتاني حاجة لو حدثت مشكلة مشكلة هتتحرك منها إزاي وانت على الكوبري اختار اختيار خطأ لما طلع الكوبري وأصار نو يطلع الكوبري رغم أنه صحي متأخر رغم أن إنذار العربية ما اشتغلتش بسرعة العربية الزائد كمان طلع الكوبري والعربية عطلت هو ده بالضبط اللي بيحصل معنا يا جماعة في قراءة إنذارات الأزمة لما يجيلي تقرير اوعى تستهون به مهما كام معظم الناري من مستصغري الشرري وإن الجبال تبنى من حبات الرمال اوعى تستصغر حاجة اوعى تقول يا عم فلان خليهم يتسلوا واش كان بيحصل كده خليهم يتسلوا ما بتوزنش الأمور كما يجب الإنسان القارئ الجيد القائد بجد لما يشوف أزمة يتعامل معها بلاش اللي يكون عندك سياسة الهروب وعدم في ناس كتيرة جدا لما تحدث حاجة مش عايز يواجه الإعلام مش عايز يقول لا يا جماعة خليك مع نفسك صادق لما تحدث أزمة اقف مع نفسك صريح اقرأ جيدا أسباب الأزمة مين المستفيد من الأزمة مين اللي سباب للأزمة ومين المستفيد من الأزمة ومين اللي معارض للأزمة وإسقوة أصحاب الأزمة صانع الأزمة ومستفيد الأزمة في كفة واحدة والمعارضين لهذه الأزمة في الكفة التانية أيهم أقوى لازم يكون عندي تحليل ولازم تكون عندي رؤية عشان كده يا جماعة دايماً كده أهل العلم يوصف بقراءة الكتب لي يا جماعة القراءة لأن انت بتستفيد خبرات وخبرات سابقين احنا بنشوف إن الإنسان ربما يكون عمره صغير ولكن إذا استطاع أنه يبني على علم سابقي يبقى عنده خبرة علمية وعملية استفادها من ما كان سابقاً له ويبدأ يعمل جديد ولو كل واحد مننا حب يبدأ من الصفر طب ما أنت هتوصل للوصل اللي قبل يكتبه بعدين إذن فن إدارة الأزمات لابد أن كل قائد في منصبه أياً كان يكون عنده فن إدارة الأزمات اكتشاف الإنظار المبكر زي ما قلنا أول ما شايف الإنتاج عندي بتاع المصنع الشغال زي الفل فجأة نقص جزء ما قلش مش مشكلة تاني يوم نقص جزء تاني حتى لو صغير لا ما اسكتش برضو أنا في المدرسة عندي فيه مدرس غاب فيه خلافة بين المدرس ومدرس تاني تاني يوم خلافة بين اتنين واثنين لا فن إدارة الأزمات القراءة الجيدة للإنظارات التي تحدث لأن هذه الإنظارات هي التي تجعلني أحل بسرعة غير لما أثيب الأمور معانا على الهواء مباشرة دكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل السلام عليك يا دكتور عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته كل عام وانتب خير بمناسبة العام الهجري الجديد ويا رب يكون عام سعيد على الأمة العربية والأسلامية جمعا اللهم امين يا رب معاني الدكتور احنا بنتكلم النهاردة على فن إدارة الأزمات وإزاي أن هذا العلم أصبح يدرس الآن في كل الجامعات وعندنا القوات المسلحة المصرية حفظها الله والرقابة الإدارية تدرس هذا على أعلى مستوى لكن في الإعلام ربما قل من يتكلم عن فن إدارة الأزمات لو حبينا ناخد كلمة من معالي الدكتور ناجي الشهابي عن فن إدارة الأزمات ماذا تقول لنا؟ يعني هو إدارة الأزمات أصبح علم حديث يعني لابد أن يدرس لكل المؤسسات والمسؤولين اللي يتبعوا بحق إدار القرار محافظين وهم محافظين وزراء لأنه إدارة الأزمة لما تدار بشكل عزي صحيح بيتوفر على البلاد عباء كثيرة أنا شفت الحكومة المصرية عدارة أكثر من أزمة إدارة جيدة في المحلة الأخيرة وكان دي الإدارة الجيدة المختلفة العدارة بشكل اخترافي كانت هي مدخل البلاد لنقذها من مكان يحدث فيها تمام يمكن الخط قطع كنترول لو سمحت لو تحاول تصال مرة ثانية مع علي الدكتور الدكتور ذكر الدكتور الناجي الشهابي ذكر أن الحكومة المصرية أو الشعب المصري عمتا تعرض لأزمة بعد أزمة وبفضل ربنا سبحانه وتعالى والعقل المصري يا جماعة جميل جدا جدا يعني شيء مفرح قوي 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 لما تسمع أن أسكى طفل على مستوى العالم لحد ست سمات الطفل المصري ربما الأمور تتغير بعد ذلك بسبب منها جهة التعليم عدم الاهتمام بأمور ربما يكون بسيطة اللي فقدناها في هذا الزمان مثل الأخلاق الاحترام كيف تتعامل مع المدرس كيف تتعامل مع كبير السن أمور كتيرة جدا افتقدناها يعني احنا بجد عندنا أزمة طالما بنتحدث عن فن إدارة الأزمات عندنا أزمة في الأخلاق ما فيش حد يمكن الكلام ده سواء مع الطفل مع الشاب مع الكبير مع الصغير عندنا بجد مشكلة معنا رجوع اتصال الدكتور ناجي الشهابي مرة ثانية معالي الدكتور مع حضرتك كنا بنتكلم على فن إدارة الأزمات وحضرتك ذكرت قبل انقطاع الاتصال إن الحكومة المصرية قدرت بفضل الله تتعامل مع أكتر من أزمة وتنجح فيها تفضل معالي الدكتور يعني هي أول أزمة أدرت بشكل مصري وأنا وميها على درجة بيان تحفظت الحكومة المصرية فيها كان قادم بسجولة أخيرة تمام وخاصة في محافظات أجيزة وغيرها كانت في سيوشلية جدا وفي كرة ممكن إنها من ثاني من على الوجود تمام فيها لدارة الأزمة اللي قدرت حكومة دار جيدة وكان فيها التواجد ميداني للمحافظين اللي هو بهم في المراسط المنكوبة وإصلاحة الفطوان المصرية بتركية لدارة احترافية أن تمنع كوارث ممكن أن تحدث لو تنزول أن تكون تعملت مع السيوش بشكل الاحترافي تمام الموضوع الثاني خاصة بجائحة كورونا. آآ جائحة كورونا في بدايتها. الحكومة آآ كانت لها آآ مؤتمرات صحفية. وابتماعات اسبوعية. تمام. وقدرتها بشكل احترافي اكثر من رائع. وآآ الرئيس خصص وزاني آآ تصل لمية مجلار جنيه لمواجهة جائحة ازمة آآ جائحة كورونا للمستجد. وآآ استطاعنا من خلال ادارة ازمة حقيقية بشكل احترافي. امتزك فيه العزمة مع الخبرة. مع العمل الميداني. ان مصر تكون من الاقل الدول تضرورا من ازمة كورونا. وده يقاقد لكن اه احنا بنحيش في حاصل الآن. ان اه ان ان نواجه كل مشكلة يتواجه مصر. وكاد مشكلة اه على مستوى القومي. او مشكلة على مستوى المحلي. المحلي. اه بشكل احترافي. وبشكل عزي. وبإدارة ازمة حقيقية. اه تنفذي فيها اه كل كل عناصر الادارة مطلوبة. مع كل الامكانات المالية والاجهزة المحلية. ولهذا الشكل اه اه احنا انا احنا كمصر. فقد ضمنوا خطوات على طريق اه اه ادارة مشاكلنا. اه بشكل احترافي. لها بنقوله ان اصبحت اه في كل اه مشكلة وجهنا. ننزرها بشكل اه اه احترافي. لما ده ادارة ازمة حقيقية. وواقف ده المحال ان يبقى على مستوى العزيز الوزراء. اه بيدير هذه الازمة. الوزراء مشاركين فيها. وايضا في احيان اخرى تدخلها الرئيسنا. اه معادي الدكتور اه فيه رسالة واصلة برنامج مع القادة لحضرتك من السيد محمد تمام بيبلغ سلام وتحياتي للدكتور ناجي شهابي. اه شكرا اه دكتور ناجي شهابي رئيس حزب اه الجيل. اه اه يمكن اه قبل بس ما وقتنا يقلص انا عايز اقول كلمة لكل قائد. وزي ما قلنا كل قائد اه ينفع يكون مدير وكل مدير ما ينفعش يكون اه قائد. فبقول اي مدير في موقعه اه سواء بقى في مدرسة في مصنع في بيتك اه في وزارتك في مؤسستك ايا كان الموقع يعني. اه عشان اديري الازمات اه يبقى عندي فريق متخصص للازمات ودي موجودة اه تقريبا في كل محافظة وفي كل اه وزارة تقريبا يعني. اه يفترض ان اه فريق ادارة الازمات في حد قانوني لازم اشتغل بالقانون مش ضد القانون اه اه يبقى لما جاء اعمل حاجة بعملها وفقا للقانون الدستور المصري عشان معارضش نفسي لمسألة القرنية. الحاجة التانية في حد تخصص علاقات عامة موجود فيها عشان يعرف يتواصل مع الناس ومع اطراف الازمة ومسببي الازمة ومستفدي الازمة ومعارضين للازمة. يبقى معايا حد كمان معايا حد تخصص مالي. انا عشان اديري الازمة دي هتكلفني كام? وهتوفر علي كام? يعني في بعض الاماكن مسلا في بعض الدول المتقدمة اه بيكتفي بمراقبة الكاميرات بس اه في المولاد في الاماكن التجارية وعارف بتسرق منه حاجة معينة اه بيقدر اللي بتسرق منه ده بكام? طب لو جبت شركة حراسة اه ممكن تصرف اكتر فهو بيعديها لان الحاجة اللي هو يوقف عشان هيصرف عليه اكتر منها. فعندي حد مالي بيعرفي وزني الامور. اه الحاجة التانية بيكون عندي اه حد مسؤول بقى عن يديري التيم ده يديري الفريق ده اللي هو اه رئيس المكان معين اه اه او المؤسسة او المصنع او المدرسة او من يقوم بالتكليف له انه هو يكون هو اه مسؤول فريق ادارة اه الازمات. اللي بيحصل بقى انا بجمع اه الحقائق واعمل لها تحليل اقرأ قراءة جيدة للازمة اللي حصلت ومن اللي سببها ومن المستفيد منها ومن المعترض عليها واسمع اه كل الاراء واستمع استمع جيد مش اي استمع بس اخد المعلومات واطول بالي عشان كده يا جماعة لما بتروح لوكيل النيابة وبيسألك سؤال بيحدد لكش وقت. لما تروح الرقابة الادارية ويوجه لك سؤال تلاقيه مستمع جيد جدا. ليه يا جماعة هو قائد? هو عارف بيعمل ايه? انما خلص قول? لا ما ينفعش. القائد الناجح في مكانه لما يجي له حد عايز يشتكي يسمعه. مش يسمعه بس يا جماعة يسمعه كده باهتمام عشان تعرف تاخد اللي جواه. اه انما قافل وخلص ووقتك خلص اعرف ده مش قائد. ده مدير بس بينفز تعليمات. يبقى انا اول حاجة ان انا بيبقى عندي اخصائي قانوني اخصائي مالي اخصائي علاقات عامة عشان يقدر تواصل مع اطراف كلها ثم مدير او رئيس لهذا الفريق. اللي بيحصل ان انا اجمع معلومات واعمل اتصالات واجتماعات واسمع جيد للاطراف. اه في مثل عندنا في مصر بقول لا تلاقيني ولا تغديني. اه اذا كان اه اه لغة الجسد وحركة اليدين اهم بكتير جدا جدا من الكلام اللي بيتقال. يا جماعة انت لو قرأت كده في كتب ادارة الاعمال هتلاقي اللي لغة الجسد وحركاتك كده عليها تلاتة وخمسين في المية اصالي المعلومة للاخرين. يعني في واحد ربما يتكلم كلام عادي جدا جدا. بس انت بتسمعه لان انضباط في كلامه الهادي حضرتك يا فندم لو تكرمت لو سمحت. اسلوبه ده بيخليك تسمعه. حتى انت لو مشغول حتى لو انت وراك عايز تسمعه. واحد تاني تحس الكلام منشف قوي. تقول له ازايك يا استاذ بيبولك احسن منك. تب وده رد برضو. فين بقى لازم الانسان يستمع آآ جيد. ويبقى عندي توجيه وارشاد. يا جماعة ما هي المشكلة ان بعض الناس تقص في اماكنها في منصبه. والمنصب ده اكبر منه. فالليما بتحدث مشكلة هو المفروض يوجه. هيوجه ازاي? امكانياته قليلة. اللي انت قعدت عشان يسوقه العربية ده. ما هنتو تخل فيه عن السواقة. هيلبسك في اول حيطة. عشان كده يا جماعة لازم يكون عندي اختيار جيد للمسئولين. هتقول لي ما احنا مشكلتنا يا عمي ما حدس اختيارات. واقول لك على الحاجة كمان. الرقابة الادارية كانت موافقة عليهم لما مسك منصب وزير. ولما مسك منصب محافظ كمان. الرقابة الادارية كان الرقابة الادارية موافقة عليه. اها وايه اللي حصل بعد كده? تخيل بقى انا ابو المحافظ ده? الساجن. والمحافظ نفسه? الساجن. والوزير نفسه الساجن. الخطأ فين? اقول لك اه تعالى بس. ما احنا عشان احنا بياخدوا الامور بدون ما نفكر. ايه اللي حصل? التوقيت اللي الرقابة الادارية وافقت عليه? كان هو صحيح يستحق. ايه اللي حصل لما راح منصب? فيه اغراءات للمنصب. هو انسان اصلا من جواه ما كانش عارف يسرق. ما كانش عارف يعمل حاجة لانه كان مسئول صغير. لما راح في مكان جديد ازبط عنده القدرة ان يسرق وان ياخد رشاوة وان يتعامل بما لا يجب. وبدأ يتغير تماما مية في المية. هي الرقابة الادارية لما ادت له الموافقة او الجهة الامنية ادت له الموافقة مفيش معاه صلاحية سنة ولا اثنين. هي قالت ان فلان ده يستحق انه يمسك المنصب. على التوقيت الحالي. على النهاردة. على الموقف وخبراته السابقة. ايه اللي حصل؟ هو نفسه اللي اتغير بسبب المنصب. يبقى اذا ليس العيب على ما نختاره. لكن العيب فيه نفسه هو. يمكن يا جماعة لما اي انسان يصل لمنصب حاول تكتهد. انت تشكر اللي كان سبب انه وصلك لهذا المنصب. الوصول للقمة سهل. ربما حد بيسمعني النهاردة. قالك والله ده اعلامي كويس جدا جدا. احنا هناخده. ما اتكلمش عليه. بتكلم عامة يعني. هناخده في منصب معين. عشان الظروف ساعدتني ان هو يوصني للمنصب ده. بعد ما ورحت المنصب. الوصول للقمة زي ما قلت سهل. انما الثبات في القمة هو ظل صعب. انت بتلاقي الكراسة الموسيقية في الدوري المصري او الدوري في كل بلاد العالم. الفريق النهاردة هو المتصدر بعدز النقاط. بكرة بيرجع. بعده بيطلع. بينزل اكتر. الكراسة المهم في نهاية الدوري. من اللي يخذ الدوري؟ من اللي يرفع الكاس؟ هو ده المهم. وطرى لما يخذ الدوري السنة دي. عنده القدرة والكفاءة انه يحافظ على الدوري في السنة التانية. هي دي الاستمرارية. انا يكون عندي فن ادارة الازمات. عند القدرة. عند الشجاعة. اواجه نفسي. اعترب باخطائي. الكل عندي سواسية. انا بتعامل للصالح العام. لا اخش احد. ولا ايا كان هذا الذي يتحدث معي. كل الحب والتقدير والاحترام له. لكن لا اخه. الا الله سبحانه وتعالى. دائما يكن علي رقيب الضمير. قبل ان يكن علي رئيس. هو الرقيب. دائما وابدا اجعل نصب عينيك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حفظ الله مصر وشعبها. حفظ الله مصر وجيشها. حفظ الله مصر وامنها. حفظ الله مصر ومن احبها. الان التقي بحضراتكم في الاسبوع القادم. استودعكم الله لازل تطيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.